اشتركوا في القناة انا كمان ماري هيدا المخزون او الانتاج الفكري الكتابي اللي عند حضرتك شو سره وين كانت بدايات ماري وهل هي موهبة مكتسبة من مين اخدتها في حدا بالعائلة بيكتب هي موهبة بلشت معي من الطفولة ويراتي اكيد لعنه في جده كان بيكتب هو كان عايش بالبرازيل وكتب بجريدة لبنانية بالبرازيل اخمال ارض وكتب كمان ترجم لجبران خليل جبران دمعة وابتسامة اكيد موهبة بالوراة ونفس الشي انه حبيت انه حسيت كبريت معي يعني حتى كتبت فترة بمجلة خلود اكتشفوا انه انا عنده هيدا الموهبة الكتابة وشجعوني كتير لدرجة بعدين وقت سر 2018 تقررت اعمل اول كتاب كان حكايته بكل فعال وهيدا السبب كان لحلم احلمته بيته وجني بالحلم نعم وبلشت بوراقي قررت بلش اعمل اول كتاب وديك ان عمريك لما بلشتي تكتبي يعني اول دفتر عملت شعر كان عمري 9 سنين نعم حسي انه بحب ارسم بحب اكتب ووقتها بلشت كتبت حسيت هيدا هو طريقة بالحياة حتى بالمدرسة شجعوني كتير حتى يسألوا ماما مين عنكم بالعائلة كرميل اكتب تخصصتي ضمن هيك شي ميجور خصوا بالأدب مثلا او شي ساعدك او انا درست حقوق كمان كتحب درس صحافة بس يعني كان الظروف انه اخترت الحقوق بحياتي بس طول عمري حلمي اكتب وقررت يعني كتبت بمجلة خلود يعني مارس هيدا الموهب اللي قلعتني اياها والحديث صار عندك تكتب بعدين شو الموضوعات اللي اتناولتها بكتباتك ماريه يعني بكتب بمواضيع حب مواضيع اجتماعية ثقافية يعني فيها عبرة بالحياة دايما بدي يكون موضوع في عبرة بالحياة يعني حتى قصص الحب اللي بتناولها تبص الهدف معين كلها من تقليفة يعني اكد تقالفة وكون ملموس بنفس الوقت يعني يعني تحسيه واقع هل هي تجارب مكتبصة من قصص عم تصير بحياتك او تجارب شخصية لا علي بانا تجارب شخصية ولا بس ممكن تكون ثقرة او شي حصيته او شي ريته بس انا بصير حوله بخيالي القصة ولا واقع ملموس لانه عنالة يعني بس دايما تقليفة يعني هي القصة يعني مش اغضطا لا من ثقرة حضان بس بحس فيها انت المخرج وانت الكاتب اي صح هل قد عندك مخزون ماري انك يعني تكوني هل عندي الكدرة هل التأليف هل قد انك تبتكري قصص هل عم تكون مثلا مكتبصة من بعض مسلسلات من الاشي المشاهدات اليومية اللي عم تعمليها او شي او هل قد انت عندك مخزون انا عندي مخزون حتى القديم عندي حتى قصص بعد ما مكتب بتاع الورد كلها بيراثي لانه هده تلي كيها موهبة الانسان بتكون بتخلق معه بتروي يعني مثلا بيجينا هيك الوحي يعني من دون ما بتأكيد الافكار معايا اما شوف بعض من اصداراتك ماري امي الثانية وطنية وردة عمري سميرة نعم يعني نحنا اليوم على مشارف عيد الام والكتابين بيحكوا عن الام ماري نعم خلينا نبلش عن الوردة عمري سميرة سميرة هي والدتك الله يرحمه نعم الله يرحمه شو المشترك بين الوطن وبين الام من بعد الكتاب التاني الوطن هو الام الثانية ها ام الثانية وطنية هيدا كمان ها ام اثانية وطنية لانه الوطن هو كمان ام وانا من بعد التوفيط ماما وتكتبت are la c と اخترت هذا العنوان لهدف انو وصل on恩 هو ام كمان للانسان يعني مثل ما الام طولت ولده كمان لوطن هو الوطن هو الي بيحمل الانسان يعني يعني كل شي للانسان مثل الام مشانك اخترت تحاضر هذه العنوان والأم هي كل شي بالحياة كيف كانت علاقتك بولدتك ألا يرحمها أكيد علاقة كتير حلوة وهي وردة عمري لحتى آخر يوم من عمري وسميت هذا الكتب هذا لروحها وهو مجموعة أساس والأم تعرف كل شي بالحياة وبتمنى كل الجيل أنه يقدروا أهلهم وقدروا الأم تول العمر للأمات الموجودة ويرحم اللي ماته ما جوابتيني كيف كانت علاقتك بأمك حلوة نضوع هالموضوع اليوم لا تترك فيك أثر أنك تكتب أكيد علاقة مميزة أكيد لأن أم كانت كثير غالية على قلبي وبتستحق أنه هديها اسم كتاب يبقى مخلط لأنه اسمها طول العمر وسميت وردة عمري لأنه هي بالنسبة لوردة عمري حتى كنت دايما نجيلها بعيد الأم بهذا الجملة يعني هذا العنوان وردة عمري بيرجع لأرض الوطن وبيبني وطنه وبحب بيقع بالحب لأرض الوطن كمان الوطن أنا جد ألا يرحمه وعاش الغربة يعني أخذ فكرة الحب الوطن من هيدا المعاناة وحبت ألف قصة من تأليفة تكون فيها هيدا العبرة وفيه إهداء على الكتاب لأربع عقاب كمان لذكرة أربع عقاب لساري يعني كله كرميل أنه حب أذكر بكل موقع في حب الوطن نعم كمان ماريا عندك قلت لي يوتيوب تشانل لأليك كمان يريد خبرينها أكتر عنها وشو بتعرض فيها نعم هلأ اليوتيوب تشانل بدي أبلش فيها أقرأ كتابي يعني كل المواضيع كتبة هلأ والمستقبلية هلأ عم بحضر كتاب اسمه عاشقة الحياة يعني يعني عن واحدة تعاني من مرض وبيعتها بمعنى الحياة قدام همه للإنسان كمان هذا قصة جديدة كمان دقسكرهم هولي كلهم بكرة بحكي على اليوتيوب وكتب للمدارس للشباب بعنوان منزل الحنين والذكريات يعني كله مثل تربية إما عم تربي ولدها من خلال القصة فحك لهم هولي يبلشوا معي بحلقات عا هذا اليوتيوب تشانل وكمان كتبة القبل يعني هي رح تكون يعني تكملة مسيرتي بالكتابة عدا أخذوا الشباب حيز بكتاباتك بتمنى هلأ يكون أكبر الفرصة لألون بتمنى يكون وصل يعني مثل ثعافة وتربية للشباب من طريقة كتابتك يعني خاصة هلأ اليوتيوب تشانل تبعولي تساعد هيدا الموضوع يعني في عندي أساس وأفكار ممكن تصير فيه تفيد الشباب ثعافة كل الموضوع أيا ناحية من الشباب اهتمام الشباب من أيا ناحية يعني جي للشباب بعد 15 سنة بترفي بهذا العمر دقيق يعني بالأعمار وأكيد هيدنا أساسي لكل الأعمار بس أنه هيدا الفكرة للأعمار لأكتر شي لازم تكوني عم تنصحيهم مثل الأهل يعني كيف يتعاملوا معهم بيك عمر يعني دقيق هذا العمر طبعا ماريس مال عليك موسوعة عندك اهتمامات بكذا موضوع احنا انبسطنا فيك اليوم ومتشكرك لحضوري بسي عندك شكر لكمان كتاب اللي بده يصدر بالانجليزي My second mother my country لصحافي دكتور سابر درويش من مصر هو رئيس علاقات العامة بجريدة الجورنال الحرية بمصر بقى له شكر لانه رح يتابع على ترجمة My second mother my country وكمان لانه هيدا الكتاب رح يتعمله ندوي بمصر حلو ان شاء الله يعني بعد شوية الله يوفق نتمنى له انه كن له حز حلو ان شاء الله نحنا نتمنى لك دوام التوفيق الله يوفق بمسيرتي مرسي 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 وانا بشكر التليفزيون بشكرت يعني كان لقاء كتر حلو كده من شكرك لحضورك مرسي كتر وشاهدينا بريك صغير ومنرجع منكم معكم اشتركوا في القناة